اشتركوا في القناة اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله قال سفيان مثل شاهنشه او شاهنشه مثل شاهنشه يعني سفيان يجي وكمان واني زيز شاهنشه واني متلا سلكين ايضا وفي رواية اغيض رجل على الله يوم القيامة واخبثه قوله اخنع يعني اوضع يعني عندنا افكار الجه اقول ان نانى واني سيسا سونا نشي يجي ملك الملوحين يسركين سراكي يعني مثل شاهنشه وانه هارشة انا فارسية سونا سيسا سيسركين سراكي هاتشه مي شاهنشه لان ملك الملوك والعايد بالله وانان الاشين ملك ابنك سبحانه وتعالى كل اسم فيه تعظيم شريط للمخلوق من القاب والاسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله عز وجل مثل ملك الأملاك كلمة تعظيم يعني تعظيم الله عز وجل شريط للمخلوق تعظيم ملك للمخلوق والاملاك لا يصير هذا الأحد كل من الاسماء والألقاب فإن لم أتطعهم أنه لا يعرف تصبح ملك وإن ملك الأسمان الملك يعني كما تبهد أسأل شيء هي شيء هي كمثل نفس النبابة مثل ملك الأملاك وسيد السادات كغاني وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي يتغلب أو التي يتلقب أو يتسمى بها بعض الجبابرة أو المستكبرين فيحرم التسمي بها ومنها التسمي بقاض القضاة وإنك أليك أليمه شيء ما كان شيء هرامني ومنها التسمي بقاض القضاة أليك أليمه هرامني بل لي ملك الملوك سلكين سلكين ونهي أله ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه والذي ينافي كمال التحيط فلا يجوز أن يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله عز وجل يشي دو ونسونا أنكزي كمان متين يأي ترياد الله تونا نسونا هرامني كون نسونا نبهي ونسونا نقضى بيوان ديه دو ونسونا أنكزي متين يأي إشي كمان أنت يأي ترياد الله إش يشي إيه أو يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله عز وجل في أسمائه وصفاته كقاض القضاة كمن ألن ألق عليه وملك الملوك كمن سلك سراكي وحاكم الحكام تو يعني هكنت ما سكنت أو بأبي الحكم أو بأبي الحكم أنا قلت أن أبي الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يشريه ينش أنت أباشره نعم دو ونن سونا هي الله سبحانه وتعالى كما سونا يعني بس كما تبع رأي بني آدم شي دان زي داشا يقر من كي كما زي ترى 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 الله دانك ألا سامقاني كما مسا سونا يعني مسلمي لسند شريعة من إذن أش إن شاء اللهم نسأل كذلك عظيمة أسمائك الحسنى وصفاتك العلاء وأن لا نشرك بك أحدهم في أسمائك وصفاتك نعم معنا يا شباب واحترام أسماء الله وتغيير الإسم لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي شريح أنه كان يكن أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين فقال ما أحسن هذا النبيتي فما لك من الولد قلت شريح ومسلم عبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيرهم كذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن كان يكن أبا شريح أنا أبا شريح يا وتبوك يا جنداني يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فريضة كلا الفريقين يعني بدأت دمي أكساما حكا كمينا فنمؤذرين شني إن متعنينا إنسكي إنسكي باتا سكان سنوزوا هو كونشي قرينا إنسكي باتا أكمونا أبو في شيء أكمونا أبو فحكمت بينهم إجا مزهو كونشي فريضة كلا الفريقين إنسكي زو ما أحسن هذا أو ما أحسن ما أحسن هذا يشي ونن كون أبني هي قلت شريح ومسلم وعبد الله قال صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم يشي بكم ويتوا ببنسو قلت شريح قال فأنت أبو شريح يشي كيني أبن شريح بكر أك إرائيك أبو الحكم كيني أبن شريح ببنسو ببنسو ذا أكي إرانك ننقل أقوم ننقل أمزدان كوسكولي ينزل ساحفة لأسا كاني نعرا قلت شريح قلت شريح كوسكولي ينزل كوسكولي ينبيو كوسكولي ينزل كوسكولي ينزل كوسكولي ينزل كوسكولي ينزل كوسكولي ينزل لأن الحكم من أسماء الله لأن الحكم من أسماء الله تعالى ومن أسماء الله يجب وأن أسماء الله يجب احترامها فبين له فبين له الصحابي سبب هذه هذه التكنية وأنه كان يصبح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين فاستحسن النبي صلى الله هذا العمل دون التكنية ولذلك غيرها فكنه بأكبر أولاده فقاله فأنت أبو شريح فمن تحقق توحيد احترام أسماء الله تعالى وتغير الاسم من أجل ذلك وهذا العديد على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسماء الله تعالى المختصة به والتكني بذلك فيحرم امتهان اسماء الله تعالى ويمنع مما يوهم بعدم احترامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه اللهم وفقنا لما تحب و ترضى والله أعلى وأعلم صلى الله نبي محمد وعلى آله وصحبه أمين